ما في شك أنه طلعتك بتأكد أنك استيس جيمعي يعني متمكن من أفكارك وبتأمل أنه بالموضوع الاجتماعي أيضا يكون عندك هالرحابة تستدر أولا وهالحجة السؤال الأول بيقول من غير المقبول ملاحقة أي شخص لإبدائه رأيه أيا كان هذا الرأي تصويتك ومنشوف جواب الدكتور علي مراد موافقة كليا من دون أي تحفظ من دون أي اعتراض اليوم شفنا بالسنوات الماضية خاصة من بعد الثورة أنه طبعا كل واحد كان عم بيعبر عن رأيه بس ببعض هالأحيان كان في تجريح كان في تنمر كان في أزية بالكلام كان في تعبير نابية ألا تخشى أنه الحرية المطلقة يلي عم بتدافع عنها تكون مدخل لكل هؤلاء الأمور تصير جزء من الخطاب أو حتى هالأمور أنت بتعتبر أنه هي جزء من الحرية أنا أعتقد أننا دستورنا اللبناني نصب المادة 9 حرية المعتقد مطلقة ولم يرد أي فكرة بالإطلاق أبسولي في النص الدستوري إلا في الحديث عن حرية المعتقد وعندنا كمان حرية الصحافة والكتابة مكفولة في لبنان وهذه الأمر غير قابل للمساومة هذا لا يعني أنه ما في نصوص قانونية أخرى بتجرم التشهير وبتجرم الإفتراء وغيره ولكن هنا نتحدث عن الرقابة اللاحقة أما عند القول حقك تقول كل شي بدك ياه دون أي ضوابط بهذا المعنى وأنا بهذا المحل هذا غير قابل للمساومة ولكن إذا أحد الأشخاص اعتبر أنه هذا القول أزاء أو غيره فيه روحي فيه وسائل قانونية بيطالب بحقه بالعطل والضرر والتعويض وبهذا المحل أنا تماما ضد أي ملاحقة جينئية لأي صحافة وتماما ضد كل الممارسات اللي عم تعملها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية اللي هيدا منه اختصاصه وأكتر من هك كل هاي ما تسمى تعهدات بعدم التعرض هذه كلها أمور تمس الحرية وهيدا الموضوع ما رح نقبل فيه لأنه اليوم المعركة بالبلد اقتصادية اجتماعية سياسية ولكن فيه تخوف جد على مساحة الحرية وكرمال هيك أنا كان بالنسبة لي هيدا موضوع عشرة على عشرة بهاي النقطة أبقى معك في موضوع الحريات بالمطلق والسؤال الأخير ضمن هالمجموعة اللي عم نتناقش فيها بيقول منع الكحول في مناطق معينة يتعارض مع حرية الاختيار عداي بتوافق على هالموضوع تنقش معك لأنه أنت من منطقة معنية بهالأمور لأنه بالسنوات الماضية كان فيه شوية تشكليات خلينا نشوف جواب دكتور علي مراد وأيضا بتوافق كليا ما بتخاف أنه بعض ما بدي أقول المتشددين ولكن بعض الحريصين على نسيج المنطقة اللي دافعوا عن مبدأ الحفاظ على الخصوصية وعدم بيع الكحول بهالطريقة ما بتلاقي أنه عندهم وجهة نظر باللي قالوا أو لا بتحافظ على الحرية مطلقة الموضوع مرتبط باستعادة الدولة ودور الدولة ووجودة من يعطي الأذون والرخص تعطيه الدولة اللبنانية والدولة بمؤسساتها المتمثلة بالبلديات وبالوزارة المالية ووزارة السياحة أحيانا هذه الأمور مرتبطة بقرارات تصدر عن الدولة ولا يملك أحد الوصاية على هذا الشيء أنا في قول اللي بيقول أنه تقف حريتك عندما تبدأ حرية الآخر أنا لا أوافق على هذا القول تبدأ حريتك عندما تبدأ حرية الآخر اللي عنده حق بأنه يكون عنده حرية لا يستطيع الأكثرية أن تلغي حق الأقلية والأقلية بدأت تأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر إذا في ناس بدأت تسهر بدأت تشرب بدأت تعمل إذا الأغلبية بهذا الإطار لا يمكن لها أن تلغي تعددي وأنا من انطلاقها من الموضوع الكحول اللي برأيي موضوع تفصيلي ولكن يعبر عن غياب مساحة الحرية ببعض المناطق اليوم الموضوع مرتبط كمان بحرية العمل السياسي بحرية العمل التجمع بحرية النشاط الاجتماعي هذه الأمور كلها أولوية وبيقتم بسياءة هذا الموضوع ومن هون ما فيك تعمل أي تنازل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر